نقص قصة جحدر والقصة فيها أسد ونبدأ بوصف الأسد على لسان عربي قال العربي له عينان مثل وهج الشرر كأنما نقرتا في عرض حجر لونه ورد وزئيره رعد هامته عظيمة وجبهته شتيمة لا يهاب إذا الليل عسعس ولا يجبن إذا الصبح تنفس براثنه شثن وعيناه في الدجا كجمر الغضى في وجهه الشر طائر يدل بأنياب حداد كأنها إذا قلص الأشداق عنها خناجر وهذه قصة جحدر كان جحدر لصا يقطع الطريق وأعي الناس حتى بلغت الشكوى منه أقطار البلاد فجعل على رأسه مال كثير فقبض عليه قوم من بني حنظله وجاء به مكتوفا إلى الحجاج قال له الحجاج ما جرأك على مبلغني عنك قال جور الزمان وجراءة الجنان قال الحجاج لا بد من عقاب قال جحدر فليختبرني الأمير مع ثلة من الفرسان قال الحجاج هيات إني قاذف بك في أخدود مع أسد فقال جحدر قرب الفرج فأمر الحجاج بحبسه وكتب إلى عامل له أن يبعث إليه أسدا وكان في بلاد العراق ونجد وفلسطين أسود لذلك الزمن وجاء الأسد في قفص فجوعه الحجاج أياما ثم ألقى به في الأخدود فزأر الأسد زئيرا اهتزت له الأرض وريع الناس فأنشد جحدر هكذا تقول القصة يدسون في كل مكان في كل قصة شعرا كأن جحدر كان يملك أن ينشد في ذلك الموقف المهم قال جحدر ليث وليث في مجال ضنكي كلاهما ذو قوة وسفكي إن يكشف الله قناع الشكي فأنت لي في قبضتي وملكي ثم أدلي جحدر في الأخدود وليس عليه درع ولا معه ترس إن هو إلا السيف فوثب الأسد وثبة عظيمة فلاقاه جحدر بسيفه ففلق هامته وألقاه صريعا فكبر الناس قال الحجاج لجحدر إما أن تقيم معي مكرما وإما أن تلحق ببلادك لا تؤذي أحدا فأقام جحدر وحسن أدبه ثم بعد حين ولاه الحجاج على اليمامة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر